مشاهدين الأكارم في كل مكان لكم التحية والتجلة أنا حامد محمد علي حامد كسلة مغدم ومنفذ برنامج حوار على نار بصديفه الشيخ مزمي الفقيري وهو عبارة عن سرد لبعض اعتراضات المجتمع حول ما يشنه مزمي الفقيري من حرب على الصوفية وأنا مجرد ناغل لكلام هؤلاء الناس مشاهدين الأفاضل داخل وخارج السودان مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حوار على نار في حوار على نار دايما بنبحث عن الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة الصديف الشيخ الداعية مزمي الفقيري مع تحفظنا في بعض التفاصيل بتاعته في دعوته وحقيقة طبعا للأسف ضيفنا هو معروف بينه زي ما قلنا شخصية حادة في دعوته احنا ما عندنا اعتراض انا شخصيا ما عندنا اعتراض في بعض يعني ما يقوله الشيخ لانه في بعض الناس جهلاء يحتاجوا لانه احنا نوعي انا ما عندي مشكلة في انه احنا نوعي نازل لكن التوعي يا ذاته احنا يعني يعني يا ريت لو تكون بقالب فيه نوع من اللطف يعني واللين ما بالاسلوب ده بعد ذاك ما كان موفق يعني للأسف ما كان موفق في هجومه على بعض الشيوخ الصوفية اللي نفتكر انه هما اعلام من اعلام بلادي يعني غد يكون في بعض الجهلاء في الصوفية نعم ما عندنا مشكلة ولكن هناك ناس علماء استطاعوا ان يتحكروا في وجدان الشعب السوداني بعلمهم ويعني ذكرهم الغزير لله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم فانا افتكر انه الشيخ مزمل ما كان موفق في شكل هجوم وحتى طريقته ذاته في بعض الاحيان فيها نوع من السخرية وللأسف يعني ما فيها نوع من التقدير لانه حتى ذاته الانسان انت لما دار تهديه يجب انك تهديه باسلوب جميل الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تكون غليظة الغلبي ينفضوا من حملك مزمي الفقيري حقيقة نحن نحقيك في مطلع هذا اللقاء ونديك سانحا انك انت تحييي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه اول حاجة في كلامك السخرية احيانا من كلام اهل البدع او اهل الشرك والباطل احيانا جائزة ودليلها ما رواه مسلم بالصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام كان بين اصحابه يوما فضحك فضحك النبي عليه الصلاة والسلام فقال لأصحابه اتدرون مما اضحك هذا من اقوى الادلة على جواز ما ذكرت ضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال اتدرون مما اضحك قالوا الله ورسوله اعلم قال اضحك من مجادلة او مجادلة العبد ربه يوم القيامة قال النبي صلى الله عليه وسلم يلقى العبد ربه يوم القيامة فيقول الله عز وجل ألم أسودك وأزوجك وأسخر لك الخيل والإبل وأذرك ترأس وتربع دي نعم ربنا ادى له فيقول العبد نعم فيقول الله عز وجل أذرنت أنك ملاقي فيقول العبد نعم فيقول الله كذبت فيختم الله على فيه ويقول الله لأعضائه أنطقي فتنطق عظامه ولحمه بكل خطيئة ارتكبها وارتكبتها ثم يخلى بينه وبين الكلام أنا جايك لموضع الشاهد ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول لأعضائي سحقا لكن وبعدا فعن كن كنت أناضل وعن كن كنت أدافع فضحك النبي عليه الصلاة والسلام من هذا العبد وقال وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه فلاحصين النبي عليه الصلاة والسلام ضحك من هذا العبد المنافق ومن تصرفاته وكذبه ومن باطله فهذا دليل على جواز الضحك أحيانا من تصرفات وعقائد أهل البدع وأهل الشرك أما توفيق أو عدم توفيق ربنا قال وما توفيقي إلا بالله وتوفيق ما يقاس بأنه ناس كتار تابعوني أو ناس قلال لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين آخر حاجة الصبيعي يستحقوا الردود كثيرة جداً وقوية وكثيرة ما كلهم التصوف كله باطل لأنه أنا الآن بس ألك سؤال وإنت الآن بتفتع لكيفك وعمل فيه عالم لا إنت بأفتيت وإنتهت لا لا لازم أسألك سؤال لازم إنت قلت التصوف وبلادي وشيوخ بلادي أديني دليل واحد على أنه في صوف وفي حاجة يسمى صوفية إما من القرآن وإما من السنة وإلا ما تبرطع ساكن أديني آية ربنا قال يا أيها الذين آمنوا أو أمرنا أن نبقى صوفية أو أديني حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام الرسول قال أبقى صوفية أو أكتو قل لي أصحاب الصفة لأن أصحاب الصفة ده إيهل وده الكلام اللي بيقوله محمد المنتصر الإزيري ده ما فاهم أي حاجة بالدين يا أستاذ عفوا لا عفوا أنا تيم كلام ما أنت قلت كلام لابد تخلينا تكلم أي ما تعمل فيها حركات المزيعين والإعلامين فهمت كلامي أنا ما بخلي كلها تكلم طالما ترحت شو أنا بجاوب عليها لكن أنا أنا ما بديك مساحة بديك مساحة على حسب السؤال محمد المنتصر الإزيري وده دائماً لم يجيب اسمه الناس الإعلام بيستحضروا إلا من رحم الله طيب لأنه مسخر له الإعلام قال قال الصوفية قال كانوا في زمن الرسول فيه وين يا إزيري قال على الصوفة هو طوال أخذ كلمة الصوفة شاف بتجبه الصوفية قام للصيقة قال دي الصوفية الصوفة باللهجة السودانية عندنا حاجة عاملة زي الراكوبة شبت الراكوبة دي بيعملوا دي في البيت دي الناس كانوا فقراء صحابة دي المصوفية تقالوا امتجانية صحابة دي لما نجوا ماسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا فقراء يا حامد كانوا فقراء عرفته النبي عليه الصلاة والسلام سمح لهم يعملوا الأمر يكوبة في طرف الجامع بتاعه عليه الصلاة والسلام دي هي الصوفة مجا الصوفة يعني صوفي ومدلقا وينطط ويلف قرقور ويدوق نوبة ويشيل كشكوش ويدعو غير الله ويستغيث بالموتة ويخلي الله ما كل الناس ما كل الناس بتستغيث بالموتة عفوا يا شيخ مزمل ما كل الصوفية بيستغيثوا بالموتة زي انت بتصور الصوفية كأنهم جهلاء كأنهم ناس يعني مع كامل احترامي لك أنا أنا باحترمك كشيخ وفي أشياء انت ذكرتها في الحلاغات السابقة يمكن أنا في بعض منها معاك مصدقك فيها لكن اسلوبك صراحة ما حلو في انك انت تقول كل الصوفية جهلاء تمام وحناخد الحناء نشوف الحاجة دي بيان بالعمل لكن الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال ألا إن أولياء الله الصالحين لا خوف عليهم ولهم يحزنون ده ما كلامي أنا ده ما كلامي لأنه الله ما قال كده الله قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولهم يحزنون ما قال الصالحين فانت ما تزيدوا تقول ده كلام الله ده كلامة كدة لكن من هم الأولياء ده ما مهم المهم من 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 هم الأولياء الأولياء في بعض الصوفية ظهرت ليهم كرامات الآن هم أولياء الله صالحين ظهرت ليهم كرامات معروفة يا عريفة عدد كبير جدا من المجتمع طيب يا حامل الصوفية ما أولياء بدليل انت قلت ما فيزول فيهم بدو غير الله وما كلهم كلهم ده البرعي ده شيوخهم نحن متكلم عن شيوخهم بعد ذلك زولت سيتاب على الفتة تسغير اسمع كلامنا ده يتوب لكن لو سمعوا ما تابب قزيهم لأن الراضي كالفاعل كما قال العلماء ده كتاب البرعي اسمه ديوان رياضة الجنة ونورة دجنة للبرعي وهو دي صورة البرعي يا حامل شامال الوهمة بتاعتينه طبعتين انتوا ما بعرفوا كتاب عنده رغميداع خلاس في الصفحة مية أربع واربعين هالبرعي بنادي غير الله بنادي عديل هالبرعي ده كان مصوفي قال قصيدة يسمى دعني أصاحب سادتي وأماشي وديك فايا براه توريقنا الصوفية شيوخهم الكبار بدعوا للشرك والكفر مية أربع واربعين الصفحة قال البرعي السوداني دعني أصاحب سادتي وأماشي دوما على رغم الحسود الواشي وأزورهم في كل حين طالبا بركاتهم وأنا لديهم خاشي ما مسني سوء وجئت رحابهم إلا وعني ذاهب متلاشي هم عدة عند الشدائد كلها هم ملجأي في كل خطب فاشي هم موئلي عند الكروب ونصرتي هم مورد يروي لكل عطاشي رسول عليه الصلاة والسلام قال أنصر أخاك ظالما أو مظلوما هنا هو ده أخو يعني يعني عادي جدا أنه هو ممكن ينصر أخوه أنا أفتكر أنه ده كلام طبيعي جدا وكلام ما يعني ممكن استعين بأخوه لتفاصيل معينة قال دع وأزورهم في كل حين طالبا بركاتهم وأنا لديهم خاشي البركة من الله ما فيهن أنه صالت أخوه لما أخوه في البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام البركة قال كل من هذا الطعام المبارك والبركة من الله البرع قال وأزورهم في كل حين طالبا بركاتهم ده شرك لأن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام قال البركة عن الله والبرع قال البركة عن شيخنا بتاعنا الصفية خلد الصفحة 119 من نفس الديوان خلاص وطبعا البرع مدح الديوان ده ذاته شان ما بزول يقول ليكي ممكن كتبوهم لا كتبوا البرع برع جاءوا في التلفزيون قال مدح الديوان رياض الجنة ده ذاته قال نور إلهي دجنتي نسلك جميعا طريق السنة دجنتي هو دوار رياض الجنة ونور الدجنة الصفحة 119 البرع يقول في قصيدة إسماعيل ابن عبد الله قال الولي قال إن نابا هذا البرع إن نابا خطب في البلاد نزيل قل يا ولي الله إسماعيل قضب الوصال الكردفان الذي قد خصه من ربه التبجيل وله جنان بالمعارف مفعم وعليه عقل راجح وثقيل المهم قال إذا حصل خطب يعني مصيبة في اللغة العربية قال نحن عندنا تنادي الله في القرآن لا لا قال ما تنادي الله تنادي إسماعيل لأنه ولي له الله وربنا قال سبحانه وتعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون الله قال أي زول يدعو غيري قال اتخذوا إله من دوني واحد اتنين قال كافر من الكافرين ما نحن فش ما تقول لي يا غصبية ما كلهم بيدعو غير الله شيء غصبية الكبار كلهم بيستغيثوا بغير الله ويدعوا إلى الشرك بالله عز وجل طيب هنا ما في استغاثة هو في فرق بين الاستغاثة والاستعانة هنا هو استعان بالزول ده لأنه هو ولي من أولياء الصالحين ليه لأنه الولي عادة يا جماعة يا مشاهدين يا أكارم علاقته بالله أكبر مننا نحن ناس يعني بنغلط يعني أحيانا ممكن الواحد يغلط يبيع غلط كبيع ممكن يقوم يعني يزني ممكن يسرق ممكن يعمل أي حية أما الولي ده يا جماعة درجة علاقته بالله سبحانه وتعالى هي درجة أعلى تمام؟ يجب أن يكون في تصحيح لمفاهيم هذا الشيخ عشان أنتم ما تتغشوا سيد يعني الولي ده يا جماعة درجته عند الله سبحانه وتعالى أعلى فبالتالي إحنا لما نطلب منه ما بنقول له يا ولي أنت الله لا لكن لأنه أعلم مننا بالتالي إحنا بندعوه يعني الولي درجته عند الله عز وجل عالية ده أول حاجة إذا سبتنا أنه فلان ابن فلان دبيعين ولي واحد اثنين الولي إذا سبتنا أنه ولي خلاص قل صحابي عديل هل أعلم درجته من الرسول صلى الله عليه وسلم لا طبعا طيب في رجل أعرابي دخل على النبي عليه الصلاة والسلام قال ما شاء الله وشئت يا محمد للرسول عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام غضب وقال لو أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده فالرسول صلى الله عليه وسلم درجته أعلى درجة مع ذا أصبر يا أخي مع ذا ما رضي خدت مع الله والبرعي بيخد ناس مع الله بل في عقيدة البرعي مش عقيدتنا نحن في عقيدة البرعي إنه في ناس أفضل من الله ذاته الحديث السابق حديث صحيح الحديث السابق اللي أنت ذكرته الحديث اللي أنه ما شاء الله حديث صحيح لكن أنت ما تزوغ الحتة دار أقول عن البرعي لأن البرعي دي من ما نجيبه في الإعلام الناس بيبلبطه صفحة مية ستة وعشرين البرعي يقول ألا يا رجال الغيب أنتم حصوننا وهلا الغيب عنده رجال بيعلمه غير الله ربنا قال قل لا يعلم وجايك أنا للشاهد لسه ربنا قال قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله هونو لقى لك رجال الغيب دي المقصود بهم إنه فعلا هم رجال غيب زي ما أنت فسرت طيب البرعي فسروا في نهاية الديوان بتكلم قال قوماك نزاور لأولياء الأقطاب ليهم نشاور منهم خف الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر هذه تحيلها كيف المناسبة أنا بس دارك تعرف حاجة ألا يا رجال الغيب أعرف بعدين أنتم حصوننا فما زال مسبولا على الناس ستركم أيلحقني ضيم وأنتم حمايتي وألهث عطشانا وقد فاض بحركم فحاشا وحاشا أن تضيع عيالكم وأنتم عيال الله والأمر أمركم الشاهد الجاينه شنو لا قدام إنه قال في ناس عند البرعي مش عندنا مقدموا على الله ذاته قال البرعي إذا شئتم شاء الإله وأنكم تشاءون ما قد شاء لله دركم إذا شئتم شاء الإله يعني أول حاجة شيوخ الصوفية بيشيه شيوخ البرعي الكبار عنده بيشيه أول شيء حتى أن بعد ذاك الله بيشيه أخشى أن يكون هذا تلبيس للشيخ العظيم الشيخ البراية أخشى أنه يكون ده يعني نوع من عدم الفهم والدراية وتفسير خاطئ وأنا أتمنى أن الناس أرجع لرياضة الجنة طيب طيب تخشى ولا ما تخشى ده كتاب البرعي وده كلام البرعي والبرعي مدح الكتاب ده في التلفزيون والصوفية الآن ناس زعت الكوسر وقناة الساهور وناس محمد المنتصر للإغير وقغيرهم قاعدين يمجدوا في هذه الكتب أنت تخشى ولا ما تخشى بطريقتك ده دينا الصوفية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شوف أنا أقول لك حاجة يعني في بعض الأخطاء في بعض الأخطاء ولكن ليس على فكرة أنا ما صوفي لعلمك يعني أنت في معلومة لازم تعرفها أنه أنا ما صوفي أنا إعلامي محايد لا لا ما صوفي أنا يا سيد أنت لو ما صوفي قبل تدافع عنهم في البداية لا لا أنا أشوف أنا أنا بنشر حقائق يعني أنا الليلة ما ممكن أسمح لأنه أنت تتكلم في بعض علماء الصوفية اللي هم أنا أفتكر أنه هم يعني ناس لهم بصمتهم في الواقع الحاجة الثانية سؤال الأخير هل أنت والله يقول لك حايا ما أبدك ذاته مساحة للسؤال ده لأنه أصلا أنت هتجاوب بفهمك أنت يعني كل السودان ده ما أقول يا جماعة كل السودان ها كل السودان على خطأ معظم الشعب السوداني ده بآمن بالصوفية عفواً عفواً يا سيد عفواً عفواً حلغة الآن انتهت الحلغة الآن انتهت مشاهدين الأكارم حلغتنا عفواً 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 خلاص هنتيح لك في مساحة في مساحة ثانية هنتيح لك في مساحة في مساحة ثانية في مساحة وفي حلغة ثانية قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله لكن لما انجل الأقلية قال وقليل من عبادي الشكور وقال تعالى وإن كثيراً إن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وقليل ماهم ما تقول بدعة ما خلاص انت هسي ذكرت آيات وفسرت الآيات الرسول صلى الله عليه وسلم لما نقرأ الغران ما كان بيقول بعده صدق الله العظيم ربنا صدق وهو عظيم لكن ما كان بيقول عند قراءة القرآن وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم هناك علماء حيغيموا حديثي وحديثك تمام حديثك وحديثي اللي احنا تكلمناه الآن في علماء وفي ناس أفهم مننا حيغيموا الأمر لحد هنا حلقتنا انتعت مشاهدينا الأكارم لكم التحية ولللغاء في الحلقة الغادمة مع الشيخ مزمي الفقيري اشكرا لنفتريا now محمد صلى الله عليه وسلم شكرا لنفتريا شكرا لنفتريا هواع يكروح الساعدات شكرا لنفتريا سناجل مسأس وخش سنجل